في ظل الأزمة التي نشأت بسبب استقالة الرئيس سعد الحريري وصولاً إلى تريوثه والمشاورات التي قام بها رئيس الجمهورية ميشيل عون عاد مفهومين نائب النفس والحياد ليطرح بشكل واسع في الأوساط السياسية والشعبية على أنهما التخريج التي ستؤدي إلى إبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية إلا أن هذا الأمر تم التعامل به في الحكومات السابقة وكذلك في خطاب قسم رئيس الجمهورية ميشيل عون والبيان الوزري للحكومة الحالية عبر الجملة التالية إن الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية ميشيل عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأ عن النار المشتعل حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية وتفسيرا لكل ما سبق كيف يقرأ القانونيون والدستوريون معنى الحياد والنائي بالنفس إذا أريد أن أميز بين النائب النفس وبين الحياد الحياد هو طرح سياسي ومشروع سياسي النائب النفس هو مصطلح يدل على أسلوب التعاطي ما بدنا نخلط بين فكرة الحياد وفكرة الميوء لا الحياد قوة في الداخل حصمت الساحة السياسية وقوة على حدودك حيث بقى كمان ما في شيء بمنعه وبالعكس أنه يكون عندك شيش كوي لبنان ما أنه شاسيري بدوا يعيش بالتعاطي مع البلدين كلها إنما التعاطي مع البلدين كلها لمصلحة لبنان شيء والارتباط العضوي اللي نحن عم نشوفه شيء تاني إذن هذا المصطلح يعني اليوم إذا ديك تخديه بفحوي أنه ما نعود نتشاشر وخاصلا ما نقول كلام ما هيك يكون كلام تصعيدة أو مؤسل للبلاد في الخارج نتائج مشاورات الرئيس عون قد تفضي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة هذا الأمر وغيره خصوصا أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية عقب المشاورات يؤكد أن النقاط الأساسية التي تم بحثها ستعرض نتائجها على المؤسسات الدستورية بعد استكمال التشاور إلا أن بعض التحليلات ذهبت إلى القول أن تعديلا قد يطرأ على البيان الوزري يتعلق بموضوع إبعاد لبنان عن أي صراعات حكومة تحكم إلا حق تصدر بياناتها إلا حق تصدر توشيهاتها كيف بدها هي تتعاطب السياسة إنما دائما تخضع لمراقبة المجلس هذا الأمر بينبت بالمجلس بيقدر يندع على هيئة عامة ويصور في نقاش وممكن كمان يصور في طرح السقة وبعدين بالتصويت ياب تحافظ على السقة ياب تقود السقة هذا لا يستدعي لا لبيان وزاري جديد ولا ملحق لبيان وزاري ولا شيء لكن الالتباس بين النأي بالنفس والحيات حسمه الرئيس سعد الحريري أمس ممازحا بالقول إذن قالها الرئيس الحريري إخراج لبنان من حرائق المنطقة أما الباقي تفاصيل